السادات والسادة واختار المتحدثين فيه بناء على طلب من الدكتور اسماعيل سراج الدين ولظروف قاهرة غابة عننا اليوم ولكننا نرسله الدعاء بالشفاء وأن يكون بيننا في خلال الأيام القادمة إن شاء الله أدعو الأستاذ الدكتور اسماعيل سراج الدين ليقول كلمته في افتاح هذا المرطب السيدات والسادة الزملاء الأعزاء مرحبا بكم في مكتبة الإسكندرية مكتبتكم فهي المؤسسة التي أرادت لنفسها أن تكون ملتقى المفكرين وساحة مفتوحة لحوار الفكري إمانا بأن المجتمعات لا تقوم إلا بإبداعات أبنائها وأن الثقافات تتكون من نتاج حواراتهم ورصيد إبداعاتهم ولزاما علي في مطلع هذا اللقاء أن أحيي الزميل العزيز الحاضر الغائب المفكر الكبير الأستاذ الدكتور جابر عصفور الذي لزم فراش المرض فلم يتمكن من الحضور رغم دوره المحوري في تنظيم هذا اللقاء شفاه الله من إصابة المرض وحماه من كل مكروه يأتي سيداتي ساداتي إن لقاءنا اليوم يأتي في وقت أصبحت فيه كلمة الديمقراطية شعارا يرفع في كل مكان ولكنه وقت لا تزال فيه حرية التعبير تحتاج لحماية كل من يؤمن بأن لا معنى للحريات الأخرى بدونها فبدون حرية التعبير لا معنى للبحث عن الحقيقة ولا جدوى من التوصل إلى هذه الحقيقة بدون حرية التعبير لا توجد الشفافية ولا تتم المساءلة بدون حرية التعبير لا يسمع الصوت المغاير ولا يأتي الجديد وبدون حرية التعبير لا بحث علمي ولا اكتشافات تفيد وبدون حرية التعبير لا تبنى المعرفة ولا تتقدم المجتمعات ولكننا في مجتمعاتنا العربية مررنا بفترة من الركود قد أسهمت في إرث ثقافي مريض يقدس الماضي ويرفض الجديد بينما الثقافات الحية تتفاعل مع الجديد من كل مكان وتمارس التجديد مع التأصيل فتتجدد وتزداد حيوية وتسهم في صناعة مستقبل مجتمعاتها فليس كل دخيل بخبيث وليس كل قديم بفان ومن الغريب أننا نشهد في الآورة الأخيرة تغيرات مكلقة فبينما نجد الأنظمة الحاكمة التي كانت في الماضي تصادر حق المفكرين والمبدعين وتفرض رقابة شرسة على ما ينتجون وتضرب حصارا على ما يمكن للشعوب أن تسمعه أو تقرأه أو تراه نجدها الآن وقد أفسحت المجال كثيرا عما قبل وأتاحت هامشا من الحرية ما رسه أجدادنا ولكن آباءنا لم يكونوا ليحلموا به فإذا بالمجتمع نفسه تضرب فيه طيارات رافضة للجديد تضيق دائرة المقبول تحارب كل دخيل بل وترفض كل ما يخالف نظرتها الخاصة للمجتمع والتاريخ وتفرض هذه المجموعات حصارا جديدا على المبدعين والمفكرين والباحثين والمجتهدين وأصبح السياق العام لمجتمعاتنا أكثر تشددا أمام حرية الإبداع وحركة الفن والأدب عن يد الدولة ومقص الرقيب فأصبحنا في أمس الحاجة لمجابهة هذه الطيارات وللوقوف بوضوح إلى جانب حرية التعبير بصوره المختلفة ويأتي هذا اللقاء ليتيح لنا فرصة سماع شهادات من قاوموا هذه الطيارات أو من اكتووا بنارها أو بنار طيارات غابرة لا تقل عنها ضراوة في محاولتهم للتعبير عما يجيش في نفوسهم وما يدور في مخيلتهم وإنني إذ أسهم في هذا العمل الجماعي فإنما أفعل ذلك لأنني أنتمي إلى هؤلاء الذين يؤمنون بدور الثقافة في المجتمع وأريد أن أحسب في معية الرواد الذين قدموا لمجتمعاتنا في الماضي الكثير الكثير الذين كانوا كما قال عنهم طاه عسين لم يفكروا إلا في شيء واحد هو نشر الثقافة من حيث هي ثقافة لا يردون إلا أن يقرأوا أبناء الشعوب العربية وأن ينتفعوا وأن تدعوهم هذه القراءة إلى الاستزادة من الثقافة والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب من الحياة العقلية التي نحيها ومن ثم أقف أمامكم اليوم في مطلع هذا اللقاء مؤكدا على هذه الرؤية مقتنعا بأنه يجب أن أحرص في كلماتي على التزام أقصى ضرقات الصدق المصارحة الودود وأنا أدّي لكم بشهادتي في تلك اللحظة عن رؤيتي المتواضعة للأسئلة التي تطرحها ثقافتنا العربية في مواجهة ثقافة العصر الذي نحياه بكل آماله وتحدياته بإنجازاته وإخفاقاته مرددا بذلك ما أعتبره أمانة في عنقي أن أقوله في شتى منابر الفكر والدراسة والتي كان آخرها الجامعة العربية ببيروت سيداتي سادتي على الرغم من أننا تعودنا الآن نسبيا على نقض الذات بل وجلدها في أحيان كثيرة فإننا لا نزال بحاجة إلى مراجعة استراتيجياتنا الفكرية تلك التي تقود حركتنا الجمعية لكي تتسقوا مع اتجاهات أفراد منا أبصروا طريق المستقبل ودعونا لكي نتابعهم في هذا الطريق ودعونا للمضي فيه قدما ولكننا لم نملك حتى الآن الإرادة الجمعية ولا الوعي الضروري لمتابعة هذه الطليعة الرائدة من قادة الفكر عندنا وربما كان موقعي حيث علاقاتي المباشرة بالتحولات المعرفية والفروق الهائلة بين الثقافات الإنسانية ومعاناة أحيانا في اليوم الواحد بين درجات الحرارة في مختلف القارات ما يتيح لي أن ألمس التباين الجذري فيما يشغل الناس شرقا وغربا ينوبا وشمالا مما يسمح لي مدفوعا بقوة الانتماء أن أسمي الأشياء بأسمائها في مظاهر التخلف والتقدم دون رضوخ لمبررات أو استسلام لحتمية الأسباب فأقول قولي هذا لأنني واحد من أبناء هذه الأمة العربية يعتز بمضي لكنه لا يقدسه بل يحاول أن يكون وفيا له بتجاوزه والتفوق عليه ولا يرى أي تموانع هيكلية تحول بيننا وبين التقدم السريع في طريق البناء الحضاري الخلاق ليست الثقافة كما تعرفون تقاس بحصيلة المعارف والأداب والفنون والأثار التي تمتلكها الأمم فحسب بل ولا بمنجزاتها التاريخية في العلوم والاختراعات بقدر ما هي القوة التي تتبقى من كل ذلك لتمثل الطاقة المتجددة والمبدعة للإنسان والقدرة على مواجهة التحديات الطبيعية والبشرية والتفوق على ضروراتها الفرق بين الثقافات المختلفة يتجسد في مدى هذه الطاقة وحياويتها فهناك ثقافات متجددة وثابة شابة متوالدة خلاقة مهما كان عمرها وهناك ثقافات متكلسة متجمدة أقرب إلى الموت منها إلى الحياة فما هي دلائل هذه الحيوية وما حظنا منها في ثقافتنا العربية أولا ورثنا من فترات الركود الحضري أحادية النظرة في رؤية القضايا الخلافية فتعصب كل منا لرأيها ومصلحة واتهم غيره بالخطأ بل واشتطى في ذلك حتى رماه بالخيانة أحسيانا وبالكفر أحيانا أخرى دون إدراك حقيقي لضرورة التحليل التفصيلي والاعتراف بتعدد الأبعاد في كل المشاكل والتسليم بتفاوت القدرات لدي الشخصيات العامة وانتزاع أجمل وأقوى ما في كل منها نميل إلى اختزال هذا السراء في التعدد المنظورات إلى ثنائيات ضدية ونقيم بينها تعارضا مفتعلا مثل الأصالة والمعاصرة المصلحة الخاصة والعامة طموح الفرد ونهضة الأمة ليس هناك تناقض على الإطلاق بين هذه الأطراف بل إن جدليتها هي التي تصنع حركة الإنسان والمجتمعات ثانيا يؤدي هذا التشبت المتعصب بأحادية النظرة إلى الضحالة والسطحية وافتقاد العمق في التحليل والعجز عن تنمية الوعي بمعرفة الدوافع الآخرين وبرهينهم إنه يشف عن فقر الفكر بمقدار ما يقود إلى تحوله إلى سلوك عدواني غريزي من هنا يفقد قدرته على الحوار ويفتقد إلى روح التسامح ويضيع مفهوم حق الاختلاف بل وإمكانية الخطأ الذي يحرر المجتهد ويصون إمكانته ثالثا إن العرب والمسلمين هم الذين رفعوا راية العلم والمعرفة منذ أكثر من ألف عام حين تمردوا على النص الأرستي الموروث وأرسوا قواعد المنهج العلمي الحديث المبني على التجريب والقياس وذلك قبل ستة قرون من ظهور جاليليو الذي أجبرته محاكم التفتيش في أوروبا على التراجع بينما كان العلم بأيدي عمالقة مثل ابن الحيثم يتقدم في العالم العربي الإسلامي ولعلنا نتذكر في هذا الصدد كلمات ابن الهيثم التي يقول فيها نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات ونميز خواص الجزئيات ونلتقط بالاستقراء ما يخص البصر في حال الإبصار وما هو مضطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لاتباع الهوى ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق لا الميل مع الآراء رابعا إن مجتمع العلم والمعرفة الذي أقموه طوال فترات القرون الوسطى كان مجتمع التسامح والانفتاح فلنتذكر أيضا كيف كان أبو العلاء المعري المعاصر لابن حيثم شاعرا ضريرا يقيم في قرية معرة النعمان يطلق فكره وخياله ولسانه بما يعده مجتمعه خروجا وزندقا ولكنه يظل حجة في اللغة وإماما في الأدب ومرجعا في فلسفة الفكر حتى يومنا هذا فإذا ما تذكرنا بعض شواهده الجسور أدركنا إلى أي حد كانت حريته وكانت سماحة المجتمع الذي يحتضنه ويعلي قدره رغم اختلافه معهم في الفكر خامسا إن هذا المجتمع المنفتح المتسامح لا يفسح المجال للإبداع الأدبي والفني فحسب بل يتسع صدره للتعبير عن الشك والإيمان لهؤلاء الذين مثل أبي العلاء المعري يفسحون عما في قلوبهم في رحلتهم من التساؤل إلى اليقين ومن الشك إلى الإيمان إن هذا المجتمع لا يخشى الغزو الثقافي ولا يخاف ترك الموروث والمتعارف ولا يهاب احتضام الجديد الغريب فإليكم كلمات ابن النفيس بالقرن الثالث عشر الميلادي وربما أوجب استقصاؤنا النظر عدولا عن المشهور والمتعارف فمن قرع سمعه خلاف ما عهده فلا يبادرنا بالإنكار فذلك طيش فرب شنع حق ومألوف محمود كاذب والحق حق في نفسه لا لقول الناس له وأرجو ألا يفهم من قولي هذا أنني من يقدسون الماضي ولا يعبأون بما فيه من أخطاء بل رويت هذه الأمثلة للتذكرة بجوهر روح الانفتاح والتسامح التي ليست بالدخيلة على ثقافتنا بل هي أصيلة في تراثنا وإنني أعترف أن كثرة تغنين بميراثنا الحضاري القديم دون إدراك حقيقي لمقوماته أدى إلى أننا نتصور في كثير من الأحيان أن الماضي والحفاظ عليه وتقديسه هو النموذج الذي ينبغي احتداؤه في صناعة المستقبل وهذا أكثر الأوهام فتكا وأشدها ضلالا صحيح أنه كان من الضروري لنا لكي نتملك ثقة في شخصيتنا القومية ولا ننصحق أمام الآخر خاصة في الفترات الاستعمارية أن نستنجد بهذا الماضي ونستمد منها قوة الممارسة والثقة في الذات لكننا بعد أن تخطينا هذه المرحلة نضر بأنفسنا أفدح الضرر عندما نتحول إلى عبادة الأسلاف بدلا من احترامهم وفي هذا الصدد نذكر أيضا ما قولت ابن النفيس دعما للتجديد والمجددين ولنذكر قولهم إذا تساوت الأذهان والهمم فمتأخر كل صناعة خير من متقدمها لا يجوز أن ندير ظهورنا لحركة التاريخ ونتصور أننا عوالب مغلقة على ذاتها تعيش وحدها على هذا الكوكب فنصاب بداء مدهش من الرضوخ للصبغة المحلية والإقليمية نحاول أن نخترع العجلة في مشكلات الدول والثقافة ويكفينا أن ننظر حولنا لنعرف كيف واجه غيرنا ذلك لنتعلم ونبني على أسسه سادسا على أن ذلك يرتبط بداء آخر وهو البعد عن الثقافة العلمية المعاصرة التي أصبحت المقياس الحقيقي لحيوية الثقافات فمن المعروف أن الفلسفة في العصور القديمة كانت أم المعارف وذروة هرمها هي التي تمثل أسس الأفكار وتوجه حركات الشعوب المدنية كانت معسكرية وقد أضحى العلم اليوم هو القطب الذي يوجه حركة المعرفة ومسيرة الحضارة ومن ثم أصبحت سيادة التفكير العلمي والثقافة العلمية هي الضمار للمعرفة والتقدم ولا سبيل لنا للإسهام في تشكيل الحضارة المعاصرة من الدخول في هذا السباق العلمي بكل طاقاتنا المادية والبشرية على جميع المستويات الفردية والجماعية ومما يجب التأكيد عليه في هذا المجال هو تعليم البنت وتمكين المرأة لتلعب دورها كاملا في شتى مجالات الحياة فلا تقدم حقيقي يحرز في المجتمعات التي لا تنصف المرأة ولا تعترف بدورها المحوري الخلاق فالأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراقي سابعا وهذه مشكلة حساسة آن لنا أن نواجهها بشكل حاسم ونهائي وهي إقحام الدين فيما لا علاقة له به وتحكيم رجال الدين في مختلف شؤون الحياة وانفجار عصر الفتاوى العشوائية وسيادة الدعاة المحترفين والمتطوين إن الميزة الكبرى للإسلام هي الاهتمام القاطع بشؤون الدنيا والاحتكام للخبرة الإنسانية في إدارتها فمنذ حادثة تأبير النخل الشهيرة في التراث الإسلامي وكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم الجامعة أنتم أعلموا بشؤون دنياكم فلدينا الحرية في إدارة مجتمعاتنا اعتمادا على مصلحة الناس وحكم العقل وخبرة التاريخ ونمو المعرفة العلمية بما في ذلك سياغة القوانين التي تخدم النفع العام مستأنسة بفحمنا للثوابت في تراثنا منفتحة على التطورات الجديدة واحتياجاتها وإنني أرى أنه من الضروري أن لا نقحم الدين في أمور الرأي فيها ليس لعلماء الدين ولكن لأهل التخصص لأنها أمور لا تتعلق بالحل والحرمة بل بالصواب والخطأ قياسا على المصلحة العامة القابلة للتغير حسب الزمان والمكان والظروف فإذا قررنا أن نحدد السرعة على الطريق بين القاهرة والإسكندرية بمائة كيلومتر في الساعة فليس معنا هذا أن مائة وعشرة كيلومترات في الساعة حرام وأن تسعين كيلومتر في الساعة حلال فإن مثل هذه القرارات وغيرها الكثير الكثير تبنى على نوعية الطريق تكنولوجيا الانتقالات إحصاءات الحوادث في الطرق وكلها موضوعات أهل الاختصاص وليست مجالا لخوض علماء الدين فيها وإننا نتعجب لهذه الظاهرة التي تتجه بكل كبيرة وصغيرة إلى علماء الدين الحصول على فتوى حتى إذا كان الموضوع ليس موضوعا دينيا وفي هذه الظاهرة تعطيل للعقل فهي تبتغي تحميل مسؤولية القرار أي أن كان هذا القرار على صاحب الفتوى بينما عرفنا من كبار مفكرين مثل عباس محمود العقاد أن التفكير فريضة إسلامية وأن استعمال العقل واجب على المسلمين والوجه الآخر لهذه الظاهرة المقلقة هو إقحام الدين في تقييم العمل الفني بما في ذلك من فرض رقابة اجتماعية شرسة من فئة منغلقة متعصبة على ما يجوز للمجتمع أن يقرأه أو يسمعه أو يراه وذلك لأنها لا ترى رأيا غير رأيها ولا تريد التعددية وثرائها وثرائها الثقافي هذا الذي يحيي المجتمع ونحن لسنا من أنصار مصادرة الأفكار ليس فقط لأن ذلك ضد الحرية وإنما لأنه يحقق شهرة وانتشارا لأعمال لا تستحقها ولتنظيم مجتمعاتنا أقول أقول في شأن الدين ونظم الحكم بعد أن ابتكرت الثقافة الإنسانية السيغة الديمقراطية المتجددة التي هي تحقيق للمبدأ الإسلامي الأصيل وأمرهم شورى بينهم أقول لابد في مجتمعاتنا العصرية المتعددة المكونات أن نؤكد على مفهوم المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون رجالا ونساء مسلمين وغير مسلمين وأقول أيضا لا شأن للدين بأمور العلم بعد أن تطورت المعارف بسياج أخلاقي يحميها وإن كانت التطبيقات التكنولوجية للمبادئ العلمية في كل المجتمعات تحتاج إلى القيم الأخلاقية الدينية والفلسفية لتوجيهها لقد آن لنا أن نحافظ على ديننا بالتمسك بروحه والتحلي بخلقه والتحرر من حرفية بعض فقهائه في إدارة شؤوننا الجماعية لنكون أقوى وأكثر تقدما سيداتي سادتي شجون الثقافة العربية تبعت الكثيرين على اليأس لكننا عندما نتتبع مصارات الثقافة الموازية في القارات القديمة والجديدة في الشرق والغرب ندرك أننا لسنا وحدنا من يواجه هذه الإشكاليات وأن غيرنا قد سبقنا في الانتصار على صعوبات التنمية العلمية والمعرفية وأن الأمم العريقة التي استطاعت تطويع تراثها وتدريب ثقافاتها على الانفتاح والتعددية وأن تستوعب مقدديات ثقافة المعرفة من نهم التجديد والالتزام بالتطورات المنهجية للعلوم الطبيعية والإنسانية دون تفرقة ومساءلة الموروث الثقافي ونقضه بل ونقضه أحيانا اعتمادا على الحجة والبرهان وتغليبا للصالح العام والتقيد بمنظومة القيم الأخلاقية لعصر العلم مع الحفاظ على المرتكازات الروحية لثقافتنا القويمة كل ذلك في تقديري يضمن لنا تأسيس مجتمعات المعرفة وتأصيلها في وعينا الجماعي وإرادتنا الكلية إن المثقف بطبيعته يجب عليه أن يأكذ موقفا ناقدا تجاه مجتمعه فليس دوره التأكيد على الإيديولوجيات السائدة بل مساءلتها فهو عنصر التجديد الفكري في المجتمع ولكنه في الوقت نفسه حافظ هوية هذا المجتمع ومن ثم عليه التجديد مع التأصيل فيضمن العودة إلى الجذور من جهة والانفتاح على الجديد من جهة أخرى فكل ثقافة حية متغيرة متجددة يجب عليها التواصل مع ماضيها والانفتاح على غيرها فيصبح التجديد مع التأصيل دور المثقف في كل مجتمع فإن الجري وراء الجديد دون تأصيل سيؤدي إلى التخبط في الضيار كما أن الانغلاق في الماضي ورفض الجديد الوافد هو استسلام لانتحار بطيء سيداتي ساداتي لابد لواقعنا الثقافي العام من توطين الثقافة العلمية والنزوع المعرفي الأصيل الذي يتوافق مع دعوة الحضارية التي رأيناها في نصوص العلماء العرب ويتوافق في الوقت ذاته مع طبيعة العصر التي نعيش فيها ولا يمكن المجتمع أن يتجه بقوة إلى العلم والمعرفة من دون الاهتمام بالمستقبل ومن ثم الاهتمام بالشباب الذين هم القوة المحركة للزمن القادم إن الإمكانيات الهائلة المتوفرة في أجيال الشباب ينبغي تفعيلها بأقصى طاقاتها لضمان الدخول بالمجتمع العربي وبثقافته العامة إلى أبواب المستقبل بعيدا عن الآفات التي ذكرناها في بداية هذا الحديث ولعل في هذا ما يكون في الوقت ذاته دعوتنا للمستقبل حيث يتعين علينا فتح المجال للشباب من أجل القيام بدورهم في قيادة حركة المجتمعات العربية فتح الأبواب للتعددية والتواصل مع الطيارات العالمية والدخول في عصر الثورة العالمية المعرفية سيدتي 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 إن ثقافتنا العربية متجددة بلا ريد وثابة بعقول أبنائها متخلصة من قيود بالية يريد البعض فردها عليها محققة لقول الشاب إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا